السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي صديقين مرحبا بكم فيديو جديد الفيديو اليوم عبارة عن غلاس غلاس اقتصادي بمكوينة بسيطة تابعوا معي الفيديو حتى الأخير في المكوينة الوصفة نحتاج 1 باكة الموس أو الشانتية بنكهة الفانيلي 1 صشية نيدو وما يعادي الكاس العنبة نيدو 1 ديسير كراميل و نصف لتر الحليب بسم الله على بركاته الله نبدأ في الوصفة نعبر نصف لتر الحليب نحن ملاحظة بالنسبة للحليب كنت دائرة في المجمد كنت تشوفوا كي هبط تقيل ان كان في المجمد هو اللاموس التهية يعني من الأحسن نحطهم ساعة قبل أو لساعتين في المجمد يبردو مزيان وحتى الوبول فاش نخدمه حتى هو يكون بارد مزيان باش هكدا تعطينا نتيجة زوينة وكتطلع لنا لاموس بسرعة ما كتاخدش لنا وقت كتير سوف نضيفه على نصف لتر الحليب الساشة لاموس ممكن تستعملوا الشانتية أنا هنا استعملت نصف لتر الحليب غير باش يعطيني كمية كبيرة اللي بغى يكتافي غير بكاس كبير يعني يكتافي به ماشي مشكل حليب غادي نطلع همزيان حتى غادي تعقد دان هنا ملاحظة يعني أنا هنا ما غاديش تجيني عقدة بزاك لأنني استعملت نصف لتر دي الحليب اللي استعمل غير كاسر غادي تجيها عقدة ووقفة واللي بغى يستعمل القشدة الطارية يستعمل يعني لتر دي القشدة الطارية مع كأس دي الحليب المجفف نيدو أولا يعني كاس دي العنباء أولا الصشية هات الصشية اللي كتدير خمسة دراهم أولا ستدراهم المهم اللي كان عبروها بالكاس دي العنباء ركز عطينا كاس دي العنباء عامر غادي نطلعوها مزيان لامورس ديالنا تطلع وغادي نكملو المكونات دي الوصفة أولا اذا نصف هذا هو القياس ديالها غادي نحبسه تطريب هاتو ما كتشوفوها يعني ما وقفاش بزاف لأنه درت نص لتر دي الحليب غادي نضيفو لها دي سير كراميل وغادي نضيفو الحليب مجفف نيدو اذا بنسبا هاد الوصفة هاد السير ديال يعني هادوك اللي كتشوفو من كيكونو هكا اعرات او عرس او لحفالات يعني لقلاس كيتحط كيبقى نس ساعة او لساعة دي المقالة كتلاحظوها انه ما كيدوبش كيبقى شاد دراسو كيبقى شاد دراسو اذا السير ديالو هو هاد الحليب ديال الاغبراء يعني اللي كيضيفوه باش انو كيبقى هكا كيشاد دراسو كيكون متلج ومقلاسي ولا اني يعني ما فيه شاد التلج الداخل وما كيكونش يعني ما كيكونش فيه التلج الداخل وكيكونش هاد دراسو يعني ما كيدوبش بسرعة و السير يعني هدا هو السير ديال هادوك اللي قلاس اللي كيكونو في الحفالات او لا في الاعرس يعني كنت تعجبوا كيفاش قلاس انو كيبقى نس ساعة او لساعة لبرة الكونجيلاتور وما كيوقع لهوالو ما كيدوبش يعني البرودة كيكون بارد وينهو مينعيش ولا اني يعني ذا كينيدو هو اللي كيعطيه هدا كل انو كيبقى خابت راسو كنت تربوهم واحد شوية يعني مشي بزاف غير العناصر يعني تخلط مع بعضياتها وغادي ندوزو للمرحالة التانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مل دائري اختيار اضع نصف الكمية الكريمة نحاول ان نقضها جيد نقضها في الجوالب اضع طبقة اخذت البيسكويت الدراري الذي يشبه للأوريو ولكنه ليس أوريو نضغي بيسكويت الدرهم يستعمل أوريو لا يوجد مشكلة نحن غرضنا بالوصفة انها لا تكون مكلفة يعني ناخده غير حاجة غير مكلفة وهنا اخذت شوية القرقع قطعته بالموس و نرشو فوق الخالط يعني نضرو هكا يعني طبقة مقرمشة او كخو كونت يعني مني يكون بنادم كية كل غلاس ما يكونش غير هكا يعني ما في حتى شي حاجة اللي كت تقرمش الداخل و غضي نحط عليها النصف الثاني دي الكريمة اللي خلينا لنحاول نقدو الوسط والاطراف و نقدوها مزيان و نملسوها بش يجي يعني الوجهة لها نقد و غضي نديروها في المجمد يعني المدة كافية و هو من الاحسن القلاس من الاحسن انه انه يبات في التلاجة في الكنجلاتورة عفوا باش كي يعطينا نتيجة زوينا و كيكون يعني اخذ حقه من التبريد و كيكون شد رسوم زيان و لكي نزر بانين يعني على الاقل يبقى استديل سوية يعني هادي الأقل مدة ممكن اننا نخليوه نغذي ناخدو بابيس و لفان غذي نغطي به الجلس ديالنا باش ما ياخدوش لنا الروائح المجمد هبقى المجمد ثم اضغط المجمد ثم اضغط المجمد ثم اضغط الباب المجمد سوف يتحيد بسهولة لاحظوا معايا لان هذا المكون الحليب بودرة يجعله شد راسه لا يضب بسرعة سوف يتحيد بسهولة لان المول لم يفرش فيه حاجة وصبت فيه الخالد تحيد بسهولة يعني يكون مادرناش الحليب بودرة يعني غدي صعب علينا اننا نضيموا ليهم المول هنا خديت غدي نزين يعني تزين بسيط جدا بسكويت دي الاطفال دي الشكلات غدي نحاول نزين به الجوانب وغدي نزينه من الفوق يعني باش ميجين اش لا قلص مكلف يعني اشياء بسيطة ممكن اننا نزينوا بها والتزين كيبقى اختياري كل واحد كيزين حسب الرغبة دياله نكملوا بنفس الطريقة حتى غدي نساليم ف uhh عشو ما كتلاحظوا وزدتzię כי طاع دي القرقاع القرقاع ومقسمو على جوج كاس هناوقا الشكل النهائي دياله نسف ساعة نسف ساعة نسف ساعة نسف ساعة يجب أن تجد يجب أن تجد طبقات المقرمشة في الوسط نقطع معكم يجب أن ترى تلاحظوا معي الجلاس يجربوا تأكدوا من هذه القضية هيدي اتمنى ان هاد الفيديو كنا الاعجاب ديالكم وتجربوا هاد الوصفرة ها كتجي رائعة ديك الطبقة اللي درنا لداخل كتجي خوكونت وزوينة كتزيد لد الغلاس ومكوينة بسيطة يعني ماشي مكلفة ما كتكلفناش بززاف كي تنقام علينا يعني بتامن بسيط جدا الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله ما تنسوش تدعموني بلايك ديالكم واشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصل لكم الجديد ديالي والى اللقاء في فيديو قادم اشتركوا في القناة